عليكم السلام وحباتي أهلا وسهلا بكم في برنامج كنادوة الجمعة هذه الندوة موعد إذاعتها 14 إبريل 2023 وقلنا أننا نسجل مقدما هنا برضو لازلنا في الفصل الرابع وإنعكاسات الحناد الخلوكي الجسدي في المجتمع المملوكي تعرضنا للسب والشتم بين الناس والسب والشتم لربنا سبحانه وتعالى الصفر الله العظيم فيما يعرف بالشطح الصوفي هنا بقى احنا نتعرض إلى إنعكاسات الحناد الخلوكي الجسدي في الجرائم والقتل يعني شيء طبيعي لما يكون في حفلات جنس جماعي الناس تتخنى على رقاصة الناس تتخنى على ولية تتخنى على صبي وتصل الخناقة الخناقة من الخلوك يعني إلى دراءة القتل وده كان بيحدث وكان بيحدث بقى في كل مصر يعني كان بيحدث بقى بين دومياط والإسكندرية ورشيد إلى إسوان لكن التركيز المؤرخين المؤرخين قاعدين في القاهرة وجنب السلطان فكانوا بيسجلوا الحاجات المهمة أوي التي تبرز إلى السطح في مجتمع القاهرة يعني إحنا ما بناخد نمازج هنا هذه النمازج لا تمثل سوى واحد في المية من الذي كان يحدث فعلياً ولا يعرفه ولا يذكره ولا يهتم به المؤرخون طيب حنتعرض لأماكن الجرائم والقتل في أماكن المجون ومناسباته وفي بنات الخطأ بسبب كانت الزوجية بسبب تعرض الممليك للنساء غير المحترفات ومقتل الشيخ عبد الكريم الشيخ مقام البدوي وهباة السلطان ابن قيد باي وقتل الأطفال بعد اقتصابهم ومشاجرة وقتل بسبب طفل فهندي لمحات سريعة أولاً في أماكن المجون ومناسباته المقريزي بيذكر عن الخليج الخليج اللي هو مكانه دلوقتي شارع الخليج اللي هو شارع مرسعيد على ما أذكر يعني فكان بيشق القاهرة وتقام حوالي باء أماكن للفرج والناس تتجتمع وجنس جماعي لاكره المقريزي بقوله قد دخلت القليجة اللي بين القاهرة ومصر فرأيت فيه من العجائب وربما وقع فيه قتل بسبب السكر وهو ضيق عليه من الجهتين مناظر كثيرة العمارة بعالم الطربي والتهكم والمخالفة ده اللي ذكروا المقريزي فيه الخطط المقريزي إذا طبعاً كان يحدث بها اقتتاب بين الجند والعبيد حين يحاول الجنود اقتصاب النساء والصميان يقول المقريزي عن عيد الشهيد ويخرج عامة أهل القاهرة ومصر ولا بقى مغني ولا مغنية ولا صاحب له ولا رب ملعوب ولا بغي ولا مقنة ولا ماجن ولا خليع ولا فاتك ولا فاسق إلا ويخرج لهذا العيد ده عيدهم بقى طبعاً هنا بقى وحدة وطنية يعني وطنية تجوزت وحدة وطنية بين الأنصار بين المسيحيين والمحمديين كلهم بقى في دين الشيطاني سواء وفي عين الشهيد سواء ويمارسون الجنس لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بإلة الأدب ويخرج عامة إلى آخر ولك ويتجاهر هناك بما لا يحتمل بما لا يحتمل من المعاصي والفسوق وتثور في تنندب الاستشهاد بتاعنا ويقتال ناس يعني كان على الهامش بقى إن الناس تتخنى مع بعضيها هات البت دي لأسيمي لولد ده ويضربوا بعض ويتلوا بعض وشي طبيعي برضو في عيد النايروس يقول ابن إياس يتجاهرون في ذلك لهم بشوب الخمور وكثرة الفسوق في أماكن المفترجات اللي هي النوزة يعني حتى يخرجون في ذلك عن الحد خل بالك لما تقرى التاريخ ابن إياس يعني مش بتعب نفسه يقول لك يخرجون عن الحد في كل حاج يقول لك يخرجون على الحد يعني أصبح شيء عادي يعني تطرف آه يقول لك يخرجون على الحد يقول لك وربما كان يقتلوا في ذلك جماعة ممن يعربدون بعضهم بعضهم على بعض في السكر ولا ينكروا ذلك بين الناس يعني أحد في أحد جدا أهي تخنقوا بعض وقتلوا بعض يعني يا عمي كبر دماغك كان أكثر الضحايا هم أو هن من يطلقوا عليهن بنات الخطأ يعني مغزى بين قوسين كده متعصفوا مني قلبوا بسابت فكمل جدا أنه ممكن واحد ياخد واحدة وبعدين يقتلها خاصة أنها بتطلع بقى متشيكة ومعها صيغة ودهب وبتاع يعني إذا جمعت شوية أموال يتلقلها واحد ياخدها ويسرقها ويقتله ففي سنة 857 قول أبو المحاسن من تغري بردي في التريق بتاعه أن السلطانة وسط ثلاثة بعد أمر بتسميرهم على الجمال منهم يلبان الزينة عبد الباصط شخص قال لك تسميره على الجمال يعني يعني يحطه على خشبة وسمر إيديه وردليه ويطاف به وبعدين بعد كده يتوسط يتقطع نصين بالصيف حاجة جميلة جدا فمن الثلاثة دول الشيخ يلبان الزيني عبد الباصط يعني راجل مشهور جدا وباليه بقى لأنه كان مد من حاجة جميلة أو يقول له كان يطول مرأتها الجميلة من الخواطئ فيفعلوا بها ثم يقتلها ويأخذوا ما عليها ويستعينوا بالذين وسط معه كان معه واثنين يساعدوا في الأتل وفي دفن الولي قبض عليهم بقى والسلطان أمر بعقوباتهم هكذا ونفس الموضوع يعني ابن ياس بوله وسط مملوكهم يقال له يلبان واثنين من أصحابهم الذين كانوا يحضرون عندهم بنات الخطى فإذا بيتنا عندهم يقتلون هن ويأخذون ما عليهن من القماش سنة 876 حدثة مذكورة استمل رجل امرأة من بنات الخطى ومعها أمها ومرأة عجوز قوادة وآخذهن إلى قاعة مظلمة بالقرب من بيت الشيخ الفقه بن حجر وبعد ذلك قتلهن وآخذ حوليهن وهرب وعثر على النسوات الثلاث عرايا مخلوقات وإلى جانبهن آلات الخمر وقبل كده في أواد العص المملوك 622 حدث العكس وده اللي ذكره المقريزي في الخطط أقول لك وكثرة في هذه السنة قتلوا الناس في الخليج وفوق لجماعة ناس يدور عليهم من القهمش زيرايا وسكينة زماني زيرايا وسكينة في قدر العشرين والتمس الأمر في ذلك ثم ظهر بعد ذلك بعد شار أن مرأة جميلة يقال لها غازية كانت تخرج بزيناتها ومعها عجوز فإذا تعرض إليه أحد يعني تعرش بها يعني قالت له العجوز لا يمكنها السير إلى أحد ولكن من أرادها فليأتي منزلنا فزوف الرجل خرج إليه رجال فقتلوه وأخذوا ما معه وابتشف بقى أن كان جنبهم بقى قمينة لحرق الطوب فليتلوه يحطوه في القمينة ديت وتحرك الجسة بدعته وابتشف أن رفاقها في الجريمة كانوا القتلوا أحدا ألقوه في قمينة لحرق الطوب حتى تحتلق عظامه وظهروا من الدار خفائيا وقد ملأت بالقتل ثم أقول لك المقنز أقول لك إيه ثم عملت الدار التي كانوا بها عملت مسجدا وسموه مسجد الخناق وكان ده موجود ظل موجود فترة طويلة بعد كده في العصر المملوكي وكانت تحدث فتا بسبب لنساء الممسات المحترفات فيذكر ابن ياس أن فتة حدثت بين الأمير أنصباي حاجم الحجاب والأمير نوروز سنة 914 وسبب أن هناك محلا لبنات الخطأ يعني محل طبعا كان الزنا كان مباح وكان يدفعوا ضرائب للدولة وكان لهم محلات موجودة فكان في محل لبنات الخطأ بالقرى من بيت نوروز يعملون فيه الفحشة ده الكلام بتاع الأخ ابن إياس قصد له أعوان أنصباي ليكبسه فثرت عليه غلمان نوروز وضربوا جماعة يعني كان عايز ياخد الفلوس اللي الجماعة دول بيشلوها فطربونه جماعة فو منعون فسرهم أنصباي بنفسي وضرب النسوة وأشهرهن في القيرة فاشتكى نوروز للسلطان فالسلطان حط عليه يعني شتمه يعني أصبحت مشكلة عشان خاطر الخناقة حوالي من ياخد الفلوس بتاعت النسوات دي ويذكر ابن إياس أظن أن الوالي قبض على أمرأة قبيحة تسير تد معه عندها بنات الخطى وكانت تسكن الأسبكية فهربت إلى قليوب فأرسل السلطان من قبض عليها ثم أمر بتغريقها فيقال أنها أفدت نفسها بكل سماء دينار فرسم السلطان بنفيها خالبالك ده يا أخوان لابد أن هذا كان في عصر تطبيق الشريعة غير كذا بقى كانت الخيانة الزوجية سبب من أسباب القتل يعني إحنا قلنا مش بس يعني المحترفات التي يرتكبنا الزنا بأجل كان فين بقى النساء حرائر متزوجات وكان يشاركنا في هذا وكان شيء طبيعي إن الوحنة ترافي الوحنة يرجوها وإلى آخره يعني فكان يحدث على هامش هذا جرائم قتل زوجة هي بنت أمير عشقت عبدا أسود واحتلت في إدخاله البيت متنكرا في زي إحدى القندات القندات عن الأميرات فعاش في البيت ثم اتفقت مع عشيقها على قتل الزوج فضرب العشيق الزوجة بسكين إلا أن الضربة لم تقتله فاستغسى الزوج وأمسك بالعبد فاعترف تحت التعذيب وقتل أما الزوجة فحلفت لزوجها أنها وصديقتها بات معا تلك الليلة وما علماتها بقصة ذلك العبد أصلا فصدقها زوجها واستمر معها ده يعني حاجة جميلة جدا الأمير ابن طبلو كان ده أحد الظلمة وإحنا تعرضنا له يمكن في دوادر التاريخ بيقوله كم من أسباب نكبته الأمير ابن طبلو أن خند بنت صرف اللي هي زوجة سلطان فرج من برقوك كان قد طلقها السلطان فاتصلت بابن طلبلاوي وعشقها وتحقق من ذلك السلطان فقتلهما أو يذكر من الحاجة أن زوجة بزاز بزاز يعني راجل بيبيع أماش عشقت عبدا أسود واتفقت موه على قتل زوجها فأخفق ونجل الزوج نفس القصة السابقة بس الأشخاص مختلفين يعني معنى كده أن القتل العشيقة تتأمر مع عشيقي على قتل زوجها كان شيئا يعني شائعا ويذكر الصير في حواليس متتابعة منها رجل أقز زوجته إلى الجبل فقتلها ووجدت امرأة وبنت مقتولتين في الأسباكية ولو يعلمناه ما قاتل ولا وارث وقتل أحدهم زوجته لو كان يتهمها بغلام وزبح شخص كان بلادا بأرض الطبال ويقول لك ويبحص عن قاتله وفي تاريخ البقايا حدثين سنة 847 سنة 874 قتل أحد نواب يعني هو أحد قاضي من الحنفية ورم جثته في بير وكان القاتل جنديا يحب امرأة فاتهم الفقهة في تغييرها عليه يعني الفقهة هو القاضي خل الولية يعني تغير المؤمن فقتلوا ومرأة الحسنة كانت زوجة لبعض المشهين وقد اخرجت على طاعته فعجز عن ضبطها وانهمكت في لهوية فقتلها بمعوني الثلاث ومثل بها وفي حادث نواب 80 شخصا من القايرة قتل أمه وأخته وأبناء أخوته لأنهم استحسنوا عليه زوجته وفجلبوا لها أجنبيا طبعا نحن نذكر حوارس القتل اللي هي مرتبطة بالإلحادات القلق ده بقى الأستاذ ده أمه وأخته وابناء أخوته استحسنوا عليه زوجته وشفوها حلوة واستكتروا عليه فجلبوا له واحد عشيق فده اللي حصل السلطان وسط هذا الشخص وبعدين احنا عندنا طبعا الممليك كانوا يتعرضون للنساء العاديات اللي مغير المحترفات و يتعرضون للنساء ويحدث قتل سنة سبعمية خمسة وتسعين شكل فلاحون للسلطان من الأمير ابن أقبغى آس لأنه يأخذوا نساءهم وأولادهم ويفجروا بهم وحاققوه في وجهه على ذلك فالسلطان طبعا ضربوا بالمقارع وفي دميات اختلف الحال فقد قتل أهلها الوالي السرقوس لأنه كان كثيرا الظلم والفسق والتصلط على نساء الناس وأولادهم وبعدين دا دي حدثة مشهورة ذكرها العيني وذكرها ابن حجر وذكرها المقريزي ويذكر ابن إياس أن ثلاثة من المماليك اغتصموا بعض النصوة في طريق المقص فهربت منهن واحدة واشكت للوالي فقبض عليهم فأمر السلطان الغوري بضرب المماليك حتى أشرفه على الهلاك وعوض النصوة بالمال في نظير ما حدث لهن من الناس يقولك فعد ذلك من النوادر الغريبة يعني دا شيء ما بيحصلش أبدا حنتعرض بقى لمقتل الشيخ عبد الكريم شيخ مقام البدوي وده كان في القرن التاسع ده قتل وابن ياس بقولك مات سنة 862 مات عبد الكريم خنفة البدوي قتيل ولا يعلم قاتله وكان غير مشكور السيرة إلى أخير فلما مات ولية فلما مات ولية بعده صبي من أقاربه يقالوا له عبد المجيد يعني ابنه بس ابن غير شارعي وده نفس الكلام ذكروا نفس القصة ذكر أبو المحاسن في مقتل عبد الكريم اللي هو شيخ مقام السيدة فن البدوي وطبعا رواات كثيرة وفيها قلة أدم مش هنذكرها هنختصر يعني لكن هنخش بقى فيه هوات السلطان ابن قاية باي سلطان قاية باي تولى الحكم وقعد مدة طويلة قوي وكان سلطان حازم يعني لكن تولى ابن محمد وكان ولد بخه بدنجان فكتله هواية غريبة جدا اللي هو يعني أنا آسف أخوان بقول لك فشرع هو سلطان في مخالطة الأوباش وارتكام الفواحش وتحكى عنه أمور قبيحة منها أنه إذا سمع من مرأة الحسناء هاجم عليها وقطع رأس فرجها ونظمه في سلك أعداه لذلك وقد زفت إليها جريعة فربطها وسلقها ولم يستطع أحد إنقاذها منه ده يعني ده شغل في حاجة بقى موسيفة جدا مفروض أن احنا نذكرها مش هنذكر أمثلة كتيرة حرصا على راحتكم مجال الشزوز حدث جرام فضيعة كان وضحية من الأطفال الصغار الأبرياء سنة 917 يذكر ابن إياس من الوقاع اللي بقولك الوقاع المضحكة شوف زوق العصر الفاسد أن فلاحا في طحونة فعل الفحشة بابن صاحب الطحونة وكان طفلا في السلسة فمات الصبي وعوقب الجاني بالموت على الخزوق الموسب بقى أن ابن إياس هو يعبر عن زوق عصري في هذه الجريمة يقول بيت شعر أه مش حادر أقولها حي يعني حادرش مش حنقدر أقولها لأن بعد كده واحد تاني قال نفس الحكاية ويتنذر على الطفل الذي مات ده زوق العصر زوق زفت وبعدين برضو خياط فعل الفحشة بصبي في العشرة فاستغاث الصبي فزوعه القياط ورماه في بئرن فلما اكتشف أمره قبض عليه واعترفه فأمر سلطان الغري بالشنقي في المكان الذي قتل فيه الصبي وأن تقطع محاشمه وتعلق في عنقه وهو مشنوف فعل به ذلك يا أخواننا مرئير بالتاريخ ابن إياس الريحونة يعني الإجراءات التي هي القتل والخزوق والكلام لم تمنع الناس من الوقوع في هذا وفي سنة 794 قابل السلطان مرقوق على ستة من الماليك عند خنقاس الياقوس وحملهم في الحديد للقيرة لأنهم أمسكوا صبيا فعلوا فيه الفاحشة حتى مات ده يعني اللي كان بيصل للسلطان أحيان كثيرة كان الجاني لا يعرف ويقفل بن العقاب سنة 875 قتل شخص رومي أمرت في الصحراء بجوار ضريح الشيخ المقانعي ولا يعلم له قاتل فيه مشاجرات وقتل بسبب طفل يعني سنة 834 ثلاثين جاء حجرة شجرة بين شخص وبين المملوك له فاغتاله بسكين وذلك بسبب صبي تغير عليه تعرفين طبعا تغير عليه يعني وابن حجر ده ذكر هذا وذكر برضو حج 825 أن صفيا جب يعني قطع عضوه الزكري بسبب أمر كان يعشقه ولا يقدر عليه فاتفق أن الأمر كانه من نفسه فلم ينتشر ذكره فقطع ذكره فحمل إلى المهرستان فمات في 60 ده في سنة 1915 هرب صبي أمر من طائفة المماليك والتجه البيت الأمير إينال فأحرق المماليك بيت الأمير إينال يعني وطبعا مشجرة وقتل بسبب طفل يعني منها ما يكون سبب طفل في حفظ القاعدة 1913 في حواليس متوالية في تاريخ ابن إياس تحسد جماعة من عميل السلطان فقتوا واحدة منهم مقرمة للسلطان فوسط منهم أربعة وهرب جماعة ووجدت امرأة مقطوعة نصف هين من كل نصف منها في مرمي في حارة وغمز على فران غمز يعني وشي به على فران وقتل سببان كان عنده ورماه في الفرن وقتل بعض الغلمان وقتل بعض الغلمان بائع لبن لأجل شق شق فت لبن لم يمع علىه اللبان فوسط سلطان الغلم الذي قتل اللبان إلى آخر وقل لك فرح هزان الرجلان لأجل شق شقفة لبن فلا حول ولا قوة لبن الله العلي العظيم سنة 915 قتل بركات وفرش الأمير طومان باي صبيع من سبيانه جميل الصورة صغيرا فدفعه إلى السلطان القاد المالكي لحبس عليه المهم يعني كان يحنس القتل بسببين وبدون سبب أنا كده زوقت يا خون شكرا لحباتي وعليكم السلام